مرحبا بكم إلى موجز الأهم الأنباء نفى التحالف السعودي الإماراتي علاقته بالهجوم الذي استهدف مركز احتجاز في صعدة وقال إن ما جرى تداوله من تقارير إعلامية عار من الصحة ونقلت وكالة واس السعودية عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف ترك المالكي قوله إن هذه الادعاءات غير صحيحة تروج لها ميليشيا الحوثي وأكد المالكي أن قيادة التحالف أخذت التقارير على محمل الجد وبعد مراجعة شاملة لإجراءات ما بعد العمل تبين عدم صحة هذه الادعاءات وفي وقت سابق سقط أكثر من مئة قتل وجريح في هجوم استهدف سجنا في مدينة صعدة اتهمت ميليشيا الحوثي التحالف السعودي الإماراتي بتنفيذه وقال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن مشير عمر لبلقيس إن فرق اللجنة أحصت أكثر من مئة شخص بين قتل وجريح مشيرا إلى أن الأرقام في تزايد أضف عمر أن الحصيلة تستند إلى عدد القتلى والجرحى الذين وصلوا إلى مستشفيين تدعمهما اللجنة في صعدة وهما مستشفى الجمهورية ومستشفى الطلح هذا وادان أمين عامل الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الغارات الجوية التي قال إن التحالف السعودي الإماراتي شنها على محافظة صعداء وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى ودعا في بيان أصدره المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجريك إلى إجراء تحقيقات سريعة وشفافة في الحادث لضمان المساءلة من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكية أنطوني بلينكين إن ما يجري في اليمن من تصعيد أسفر عن سقوط أكثر من مئة ضحية خلال الأيام الأخيرة يشكل مصدر قلق كبير للولايات المتحدة أشار بلينكين في بيان إلى علم بلاده بتقارير تتعلق بهجوم شنته قوات التحالف السعودي الإماراتي على مركز احتجاز أسفر عن مقتل ما لا يقل عن سبعين شخصا نقلت مجلة ديفينس نيوز الأمريكية عن مصدر قولهما إن نظام تاد الدفاع الصاروخي في الذي تمتلك الإمارات المطور من قبل الجيش الأمريكي اعترض صاروخا بلستيا خلال الهجوم الذي شنته ميليشي الحوثي على أبوظبي وأوضح المصدر أن نظام الدفاع المضاد لصواريخ أسقط صاروخا بلستيا متوسط المدى استخدمه الحوثيون لمهاجمة مشاءة نفطية الإماراتية قريبة من قاعدة الظفر الجوية التي تستضيف قوات أمريكية وفرنسية انتهى الموجز شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة